سنة 2011 جاء تنظيم الجلسات الوطنية الكبرى للتهيئة العمرانية لتقييم عملية تنفيذ المخطط كمرحلة أولية لبناء تصور جديد يعتمد على الاستدامة والاستشراف الاستراتيجي للإقليم هذا وأكد عمر غول أن الغرض من تقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم هو تحسين للإطار المرجعي لسياسة عمل السلطات العمومية وتشكيل إطار موحد من أجل تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وكذا تحديد الرهانات الجديدة على المستوى الوطني والدولي تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة وتطبيقا للقانون تنعقد هذه الجلسات الكبرى لتهيئة الإقليم القانون نص على أن يكون هناك دائماً وبشكل دوري تحيين وترتيب وتقييم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كل خمس سنوات ولقد نص القانون على ذلك سنة 2010 وها نحن اليوم في سنة 2015 نصل إلى المحطة التقييمية لتقييم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم التي آفاقه إلى 2030 لكن هذه المرة سنقيم حسب القانون خمس سنوات الأولى يعني من سنة 2010 إلى سنة 2015 هذا وعرفت الجلسات تنظيم ورشات تخصصت إحدها في تقييم والتطرق إلى الإنجازات التي تمت وتحديد النقائص وبالتالي العمل على استدراكها وخمس ورشات أخرى خصصت لعدة قطاعات تتمثل في الفلاحة السياحة الصناعة الخدمات واقتصاد المعرفة